السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم وانت سعيد ناصر احد الاصدقاء بعت لنا مشكلة عنده انه هو عايز يحول مصمار او اي جزء ستاندر يخليه بارت عادي يقدر يستخدمه في اي تصميم المشكلة كانت عنده كل ما يجي يحفظ المصمار او الجزء الستاندر ده بيظهر برضو مرتبط بالتور بوكس تعال نشوف المشكلة دي بتظهر ازاي انا عملت new assembly document كده افعلنا ده كله وجينا هنا على design library ونشاطنا toolbox ودخلنا مثلا على standard وليكن واخترنا اي bolt وليكن مثلا المشكلة ده دخلنا المصمار دوت ودوسنا اوكي هتلاحظ هنا في الشجرة ان المصمار ده ايه جاي من standard ليه علامة اللي ايه لتول بوكسنج حيس ان انت تعمل click mean كده وتقدر تعمل اا edit toolbox وتعدل المقاس بتاعك اللي انت عايزه طيب اا افرد انا عايز اخلي ده مستقل يعني استردمه لوحده ما يبقاش مرتبط بال standard فتعمل open كده للpart تمام وهاتصيف فى اى مكان save as save as تعالى مثلا نصيف فى picture مثلا نسمى bolt scroll مثلا وندوز ونعمل هنا نعمل دا كده الملف الجديد المشكلة بقى لو انت الخدت الملف ده ودخلته جهو الاسمبلي هتلاقيه برضو مرتبط بالتول بوكسنج طيب انا عايز الارتباط بتاعه مع التول بوكسنج يبقى لازم نعمل الاتي نقفل كل حاجه هنخش على المصار ده هنخش على C عندنا بروغرام فايلز صور دوركروب و صور دوركس طول بوكسنج ديتا يوتيلتز هنبدأ نخش عندنا على C بروغرام فايل بعد كده صور دوركروب صور دوركس ننزل تحت كده وغير ما نلاقيه تول بوكس تول بوكس داتا ديتا يوتيلتز و نختار البرنامج دوت اللي هو SLED setting او set ندوس عليه دابل كليك و ندوس قد فايل و تشوف الفايل اللي انت عايز تكسر الارتباط بتاعه احنا حطيناه هنا في picture نختار او البارت ده و اقوله البروغرام state no خليه no و نعمل update show كده كده category هتلاقيه هو no كده تمام لو راحنا فتحنا بقى الفايل ده هنفتحه و جينا دخلناه على الاسيمبلي هتلاقي الارتباط التكسر تقدر بقى ايه تشتغل علي عادي كبرت عادي مفيش editing tool box وتستخدمه عندك في التصميم بتاعك لو انت عايز تعمل حركة زي دي تمام و كده بقى الفيديو بتاعنا انتهى و نتقابل بإذن الله في فيديوات اخرى تحياتي مهندس علي ناصر اشتركوا في القناة